شاركت دكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بفعاليات القمة السنوية لمؤسسة فوربس الشرق الأوسط تحت 30 عاما لريادة الأعمال وذلك لأول مرة بمدينة الجنة بمحافظة البحر الأحمر ووقعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر ومنتدى شباب العالم بروتوكول تعاون مع شركة فوربس بهدف أن تصبح فوربس من شركاء المنتدى والأكاديمية في الشق الإعلامي وذلك من خلال إجراء تغطية إعلامية شاملة للمنتدى وأنشطة الأكاديمية على منصاتها المختلفة ويهدف بروتوكول التعاون لإتاحة عدد من البرامج التدريبية اللازمة والمشاركة والتنسيق في حضور الفعاليات والمؤتمرات بشكل تبادلي بين الطرفين والتنسيق لإجراء ورش عمل وتدريبات وجلسات على هامش المنتدى وخلال كلمتها في القمة أكدت الدكتورة رشا راغب أن منتدى شباب العالم يهدف إلى مشاركة الشباب لتجاربهم وتحدياتهم وأحلامهم المشتركة مع شباب آخرين في جميع أنحاء العالم كما أشهدت راغب بدور حياة كريمة في تغيير مفهوم التبرعات في صورتها المادية إلى دعم ومساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في الحصول على وظائف ومصادر كريمة للدخل اشتركوا في القناة